السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بالحصة السابعة مرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي الصفحة 75 إذن عنوان الدرس كيف يتم انتقال صفات الأباء إلى الذرية إذن سنرى كيف ينتقل صفات الأباء للذرية عند نباتات إذن أكتشف كيف تنتقل صفات الأباء إلى الذرية سنبدأ بأنطلق لدينا وضعية إذن يرغب مزارع في الحصول على عدة أشجار من التين لها نفس صفات شجرة التين في بستان مجاور إذن كانت شجرة التين في بستان مجاور هذه الفلاحة تبغى يعني يحصل على عدة أشجار بحال هذه الشجرة عندها نفس الخصائص نفس المميزات تتميز ثمار هذه الشجرة بلونها القرمزي وحجمها الكبير ومذاقها الحلو بحال هذه الشجرة اللي بغي يغرس بحال هذه الثمار إذن التساؤل اللي غيرت رح كيف يمكن الحصول على نباتات بنفس صفات نبتة الأم إذن بغيت هاتشجرة يكون عندي يعني دي بلونت اللي هما من هاتش جرانيت يعني يكون بنفس يعني نفس صفات ديالها يعطوني نفس ثمار إذن هذا واستساؤل اللي غيرت نطرحه كيف يمكن الحصول على نباتي بنفس صفات النباتي الأم بالنسبة للفردية إذن ممكن أننا ناخد واحد لاباتي من هاتشجرة ونغرسوها علش لأنه نفس الجينوم ما يكون عندها نفس مليسية كبيرة تعطينا نفس الخصائص ونفس المميزات إذن هنا غنقوله يمكن غرسو إذن جزء من النباتي الأم ناخد واحد الجزء من النباتي الأم ونغرسوه ونحصلوه على واحد النبتة اللي هي مشابهة للنبتة الأم نبتة جديدة مشابهة للنبتة الأم غادي نبدو بأختبر أستشيرو خبيرا زراعي اللي أتعرف كيفية الحصول بتقنية الافتسال إذن غنشوفوها التقنية تقنية الافتسال غادي نحصلوه على نباتات جديدة بصفات تشبه النبات الأم هنا أملي كنهضروا على هاتتقنية هدي فحنا كنهضروا على تكاتر الخضري ما هو التكاتر الخضري؟ هو ما كندخلوش فيه الأسديا والميداقة والبويضاء إلى آخره فحنا كنهضروا على واحد تكاتر الخضري إذن كقدر يتم بشكل تلقائي كما شفنا بالنسبة لدرانات البطاطس ولا بتدخل إنسان بحل مثلا كيدر الافتسال كانت تقيد كانت تطعيم إذن بالنسبة للدرس ديالي يوم بالي أنهم خدموا على الافتسال إذن الافتسال هو أننا نأخدو واحد لاباقتي من واحد النبتة واحد الجزء ونغرسوه يعني نوضعوه في يعني في مجموعة من الأصص ويعني نعطوه الماء ونعطوه هذا حتى يعني ينمي دوكل جذور دياله مثلا هنا نأخدوا واحد لاباقتي من الساق يعني من هذوك الفروع ويعني حتى ودرهم في المحطة تلقوا هذوك الجذور عاد غرسوهم في التربة ونبضى في الحلفة هم غيكبروا وغاديدورون الأوراق والزهور وإلى آخره إذن شنو قال لنا أقطع أجزاء من سقان نباتية غرنوق أو ورد يحتوي على براعيم إذن يكون فيهم دي بورجون البراعيم يسمى كل جزء فسيلة إذن كل جزء فسيلة كل جزء فسيلة أغرس كل فسيلة في طربة أصيص وأسقيها لا يستطيع أن نزلها مباشرة وغرسها لأن دراف المحطة تطلق لي هذوك الجذور اللي غاسي عاد نقدر نحطها في التربة إذن لاحظوا معي النبات الأم ولاحظوا معي النباتات الجديدة اللي حصلنا عليها فهي مشابهة للنبات الأم إذن هنش ما غادي نقوله النباتات المحصل عليها لها ماذا؟ لها أزهار عندها ديفلوغ أزهار بنفسي ماذا؟ بنفسي شكل بحال أزهار النبات الأم بنفسي شكل أزهار النبات الأم أستنتج بفضل الافتسال هذه تقنية الافتسال البتغاش تكاثر النبات وحصلنا حصلنا على نفس صفات نبات الأم نفس الصفات نفس الأزهار نفس الشكل نفس الألوان إلى آخره أتمم الجملة بما يناسب لحل مشكلة المزارع إذن هنا غادي نقول المزارع بأنه يقطع إذن يقطع المزارع ماذا؟ أجزاء نباتية من شجرة التين ويضعها في الماء حتى الديفلوبيلين لغسين حتى تنمو الجذور يغريس الفسائل في التربة ليحصل فيما بعد على أشجر تين بنفسي صفات شجرة تين الأم إذن هذا هو الحل وهذا هو الجواب لديك التساؤل الذي طرحنا في بداية الحصة أستخلص أملأ الفراغات بما يناسب يتميز كل نوع من النباتات كل نوع عنده واحد صفات خاصة به بصفات خاصة به يعطي افتسال افتسال النباتي دون زرع بذوره نباتات لها نفس نباتات لها نفس صفات النباتي الأم نباتات لها نفس صفات خاصة بالفرنسية نباتات لها نفس صفات خاصة بالفرنسية أفتسال النباتي الأم خدوم منها دي مرسو دي مرسو دي مرسو غرسوهم كيف كيف دي مرسو دي مرسو مع النباتة الأم بحال بحال نفس الصفات نفس الألوان نفس الشكل دي مرسو دي مرسو نفس التقنية يتمثل تقنية تسمى برجونة أو بوتوراش يتمثل بطبيعة الحال هذه التقنية دي مرسو بوتوراش بوتوراش هذه التقنية تسمى هذا فيديو سوف نرى تقويم الدعم أقوم تعلمتي سفحة 77 وأدعم تعلمتي كذلك الحصة العاشرة كنوا في الموعد إلى اللقاء